موسيقى حلقة جديدة من الله محبة منحكي فيها عن صفة جديدة من صفات الله دو من سلسلة نشيد الحب للإديس بولوس هالمرة راح نشوف الإديس بولوس عم بيقول المحبة تصدق كل شيء غريبة شوية المحبة تصدق كل شيء يعني المحبة ما بتشكك أبدا والمحبة عندها إيمان ثابت يا ترى إذا بيجي بيخدها هيك بطريقة بسيطة هيك مثل ما هي حرفيا يعني هل لازم نصدق كل شيء تنكون منحن؟ كيف يعني المحبة تصدق كل شيء؟ رح أقلكن أنه يسوع بذاته لايك وشو بيقول بمثل فصل 24 بيقول بقلنا يا جماعة ما تصدقوا كل شيء لايك كيف بيقوله؟ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا لأنه سيكون مسحاء كذبة وأنبياء كذبة فإذا عم بيحذرنا يسوع من أنه نصدق كل شيء وإديس بولوس عم بيقول المحبة بتصدق كل شيء خليني يكون واضح معكم لمن الإديس بولوس بيحكي بيحكي عن الله ما بيحكي عننا نحن ما بيحكي عن البشر لمن بيحكي عن المحبة عم بيحكي عن كمال جوهر الله والحياة فإذا ما عم بيحكي عن الزواريب عم بيحكي عن الكمال طبع الحب عم بيحكي عن الكمال طبع عدم الشك عن الكمال طبع الإيمان عم بيحكي ان المحبة تصدق كل شيء متعلق بالله مش بالإنسان المحبة تصدق كل شيء متعلق بالمحبة وبتصدق حالة انها موجودة وبتصدق حالة انه قادرة تعمل شيء لايكو شو؟ كل شيء بيجي من الله لازم نصدقه وهون مشكلتنا انه ياما مراتنا احنا ما منصدق كل شيء بيجي من الله من شان هاك بتكون محبتنا ناقصة وضعيفة بس ما فينا نصدق كل شي بيجي من الناس لازم نكون حذرين ولازم يكون عنا حكمة بأنه نصدق أو ما نصدق فإذا السؤال الأهم كيف بدنا نصدق الأصص يلي منشوفها بالحياة أو كيف بدنا نتعامل بصدق يعني أنا بدي أقول أنه نحنا منحب المحبة تصدق كل شيء طب أنا بدي أصدق شو هو الشي اللي بدي أصدق يا أبونا بتكون تصدقوا أنه في خير بهذه الدنيا بتكون توسقوا وتقامنوا أنه ورا كل الشر يلي بتشوفوه حتى ورا الكذب يلي ممكن تختبروه من الناس في خير إذا أنت في إنسان بتحبه يعني نحنا في محبة بيناتنا محبة سابتة وأكيدة وأنت بتعرف أنه هو إنسان كذاب أنت بتصدق بالحب أنه هذا الإنسان ممكن يكون قادمة وممكن يقدر يغير كذبه ويطلع منه بس ما بتصدق كذباته عم تفهموا علي شو عم جرب قول لمن بتحب بتصدق الخير اللي بالناس يلي عم تلتق فيهم من شان هيك ولا مرة بتسكر بواب على حدا بس مش ضرورة تصدق أخطاقهم لازم تكون حذر من أخطاقهم لص اليمين وقت اللي قاله يعني بطريقة عبر عن توبته قاله يا رب اذكرني حين تأتي في ملكوتك بتاعوا نشوف نحنا إذا منفكر بس بحكم مصبق إنه هده حرامي كذب نلص كيف بدي صدقه أنا ما بصدقه أنتوا ما بتصدقوا بتعرفوه إنه حرامي ما بتصدقوا وما نضحك عبعدنا نحنا منحكم على الأشخاص منعرفوا إنه كذب ما منصدق شي بس تعو نحكي بانطلاقا من المحبة انطلاقا من الحب المحبة بتصدقوا لأنه المحبة بتقول ما في إنسان ما فيه خير وممكن إنه يكون عم بيتغير وممكن إنه يكون عم بتوب نحنا بدنا نصدق هذا الخير اللي موجود ولا مرة بدنا نرفضه وخطرة كتير إنه أنا أرفض الخير بهيد الدنيا ومعود أقشعه لأنه بخسر معه الحب من شان هيك عن جد من أجمل الصفات يلي عطيها الإديس بولوس للمحبة إنه تصدق كل شي صدقوني فكروا فيها وتأملوا المحبة بتصدق إنه بكرة أحسن من اليوم المحبة بتصدق إنه الإنسان بيتغير المحبة يلي بتصدق كل هذا الخير بتسمح للأشخاص إنه نيعترفوا بأخطاءهم ويغيروا وبتسمح لنا إنه نرحمهم تسمح إنه نتقبل ضعفهم وهن يتقبلوا ضعفنا تخيلوا إذا المحبة ما بتصدق شي أو تخيلوا إنه المحبة بتصدق بس يلي هي بتشوفه يعني يلي نحن منشوفه مش يلي هي بتشوفه لأنه هي ما بتشوف إلا الخير تخيلوا مين ما نصدق ساعتها؟ مين ما نحب؟ ما كل إنسان عنده أخطاء وكل إنسان عنده ضعفه البي والأم اليوم أولادهم عندهم مشاكل معهم تخيل إنه ما بقى يصدقون شو ما يقولوا يعني ما بقى فيهم خير بيقولوا إنه خلص أولادنا ما فيهم خير أولادنا ما فينا نغير شي فيهم أولادنا بالمرة أولادنا رايحين عجهنم أولادنا لا هود صح إنه نحن عم نشوفه وصح إنه يمكن مرات يكونوا أولادنا عم بيلعبوا ويتحيلوا علينا بس المحبة بتدل تصدق الخير يلي موجود فيهم إذا بتشوفوا كمان الإبن الضال يلي حكينا عنه بإحدى الحلقات قبل الإبن الضال كان فيه بايه ما يصدقوا إنه تاب لأنه هو راح عن مصلحة أخذ كل المصاري وأخذ كل حصته وراح صرفهم وقت اللي بطل معه رجع فإذا أنا بقدر إذا بدون محبة إحكم عليه وإنه أنت كذاب أنت هلأ بس بطل معك مصاري وصرفتهم كلهم راجعت إلي إنه سامحني قد خطقته إلى السماء وإليك ولا أستحك أن أدعلك ابنم عم بتمثل علي قدرين نشوفه بكل الأشخاص قدرين نقول لكل الناس أنتوا عم تمثل علينا أنت عم تضحك علي مدري شو فيه من ورا كلامك بس المحبة طاهرة المحبة بتعمل فلتر بتفلتر بتشيل كل شي سيء باللي عم نلتقي فيهم وبتترك الخير يلي معقول يكون موجود بدون ما نقز حالنا برجع بقلكن في حكمة بالتصرف أنا بعرفه كذاب مش ضروري صدقه بس ضروري صدق أنه ممكن يوما ما ما يكون كذاب ممكن يوما ما أنه يكون تغير يا ما منتهم أشخاص ومنحكم عليهم وخلص ما منعود نغير يعني أنا بعرف كتير ناس مثلا أنه غير طريقه كان يمكن مثلا مئز مع أمه تناعتبر وبيوم من الأيام قرر أنه يرجع ويتوب ويقول له لأمه أنا بعتذر عن كل الأيام يلي ظلمتك فيها أنا بدي ردلك حقك أنا بدي أنا بدي بيقوموا الناس شو بيقولوا سمعهم أنا بيقولوا هلأ فاق أكيد في شي من وراها أكيد بده يورة أمه أكيد ما تاب هذا الإنسان هلأ بده يعمل حاله أنه ملاكه قديس منتهم منقزي الأشخاص باتهماتنا لأنه ما فينا محبة أما إذا فينا محبة منقول إيه ولكن نشكر الله لو بعد خمسين وستين سنة تاب ورجع نشكر الله أنه تغير نشكر الله أنه في خير لأيكم المحبة تصدق بحكمة بس مش بغباء لمن القديس بولوس ارتد تلميذ خافه وحقه حقه أنه يخافه لأنه أنتو بتعرفوا أنه ما فيك دغر تقبل كل شي قاله معقولة بولوس يلي كان رايح عم بيقتل كل شي فيه مسيحيين ولحقنا عم بيدبحنا ويفرح عم بيعتبر حلو عم يعمشي لأ الله ويفرح بالدم طبعنا معقول هو ارتد خافه بس المحبة يلي كان زرعها ياسوع بقلوبهم هالقدة قوية لأنه هالقدة جاي من فوق مش من عنا ما عم بيحكي عن محبة نحن مخترعينا أو منعيشة مع أهوائنا محبة جاي من فوق سمحتلن أنه يصدقوا أنه إيه للديس بولوس معقول يكون ارتد وغير طريقه وحبوه واشتغلوا معه وبشر متله متله ولتقوا أكتر من مرة وحتى في منهم رفقوه برحلات التبشير طبعه يعني هم بتلاحظوا أنه المحبة واحدة تفتح بواب تنقدر نلتقي بيروح الله الموجود بغيرنا لأنه الله موجود بكل إنسان إذا المحبة ما صدقت بتسكر على كل شي كل الأشياء تعمل معا للخير كل شي بيقول الديس بولوس بيشتغل مع بعضه من أجل الخير حتى يلي نحنا ما منقشعه زكا العشار إذا بتاخدوا زكا العشار كل يلي ما بيحبه لأنه عشار كل اليهود ما صدقوا أبدا أنه معقول هو يتغير واتهموا يسوع قالوا أنه هذا شو فايت يقعد عن زكا العشار شو فايت يقوم جوه عنده ما بيعرف منه ما هذا خاطئ خلص حكموا عليه أما يسوع لأنه المحبة بذاته لأنه يسوع هو الحب ما سأل صدق المحبة تصدق فايت لعنده صدق الخير يلي هو زرعه فيه صدق التوبة يلي بيقدر يزكى يعمله ما حدا بيمنعه صدق التغيير يلي بده يصير بقلب بيته وقال له يسوع قال له اليوم تم الخلاص لهذا البيت تخيلوا لو المحبة ما بتصدق هذا الشي قادر تصدق انه الدني فيه خير وانه الاشياء يوما ما كله بتتغير بالوقت يلي كل شي عم بتشوفه حولك هو شر بس لدرجة انه ما بقى توصق بحدا من الناس او ما بقى توصق حتى انه بكرة رح يكون احسن قادر تصدق انه فيه خير ورح يبين هذا الخير المحبة تصدق كل شيء اذا مش قادر تشوفها بعينك صدق وشوف بعين الايمان وشوف كيف الحب بيلتقى بالحب وبيقدر يستخرج الخير من كل شي عم تلتقى فيه بهالدنى اللهم حبة والمحبة تصدق صدق الله معكم اشتركوا في القناة